تعالوا نشوف أول سؤال وصلنا النهاردة مين معانا النهاردة؟ السيدة محسن؟ محسام؟ السيدة محسام من القائرة تفضل يا محسام نعم عليكم ورحمة الله وبركاته وزاعة حالتك حاجة نعم وفضل الحمد لله الحمد لله معلش أنا عندي سؤال بخصوص أنا عندي ذهب ذهب لي وذهب كنت أنا جابال بنتي وهو مش كتير يعني بس أنا فاكرة نسات لما اشتريته كنت بدفع عليه الزكا وفي حاجات اشتريته مؤخرة لما دفعتش عليه الزكا فمش هارف أدفع زكا على كله ولا ايه ولا كل السنة أدفع عليه الزكا ولا ايه نظام مش فاهمة؟ طبع فاهمك يا حاجة بس يا حاجة انت الدعب ده ده صيغة يعني اذا كان الدعب ده صيغة حاجة محسام فاذا كان الدعب ده مصاغ يعني معلوه الزكاة اذا كان الدعب مصاغة بسيه انت وبنتك ما تتفعيش عليه زكاة وان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك وان شاء الله يزيدك فضل ونعمة يبقى حاجة محسامة يبقى لازم احدى نعرف اذا كان فيه فرق من بين الدهب اللي انا بجيبه ده عشان يبقى دهب للزينة وفيه دهب تاني الناس بتجيبه قنص وبتجيبه فيه شكل سبايك السبايك دي والقنص دي اللي ما بتتلبس اللي هي بتتجاب عشان نحط فيه الفلوس ونختزن فيه الفلوس هو دهت اللي بيطلع عليه الزكاة مش الدهب اللي هو المصاغ السيد محمد بن بن سوفي تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كلها محاكم بصحة وبسلام كان عندي كده سؤالين انا رمضان تلفات كنت بفتر وبعد سواها كنت كمان في ايام فتح بي بجمع زوجاتي طيب يعني توب الى ربنا واستغفر ربنا ان انت بتعمل الكلام ده في نهار رمضان كمان يبقى انت عتعد الايام دي الايام اللي انت كان يعد فيها دي مش فكنا بالضبط كان يوم يعني بالضبط يعني لازم لازم تعدهم لازم تعدهم وبما غلب على ظنك ويبقى كل يوم ده هتصوم عنه هتصوم عنه ستين ويوم تاني بدل عن قضاء عن ده هيبقى واحد وستين طيب انت اسمع بس طيب انت مش قادر انت كاتر قالولك ما انش هتقدر تصوم كل الاعداد دي كلها هتعمل ايه هتطلع عن كل يوم هتطعم عن كل يوم مسكين يبقى بعد كده يبقى ستين مسكين عن كل يوم ويبقى يوم تقضية عن اليوم اللي انت افطرته وتضرب ده في عدد الايام اللي يغلب على ظنك ان انت افطرت فيها بالجمع واضح معانا يستاذ احمد من اليوبية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يعني النفقات بتبقى واحدة فهل فرض علي ان اخرج زكاة عنه عن اولاده دلوقتي النفقات واحدة يعني انتوا عايشين في بيت واحد بسوا بيسام في مصطور في البيت ولا بيسام لا بيسام يا دكتور يبقى ايزا انتوا بتتشاركوا في النفقة مش ان هو انت بتدفع ونفقته عليك انت لو كانت نفقته عليك انت هتطلع عنه زكاة الفطر لو انه نفقته مش عليك انت وهو مستقل وهو شخص خلاص بلغ واستقل وبيكتسب وكده يبقى هو بيدفع الزكاة ليه ولما انتجب عليه نفقته يعني ليه ولأسرته يعني احنا لو في بيت سواء كان في بيت عيلة او في او 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 في احنا سكنين في بيت في شعقة واحدة وهو بينفق على اسرته وعلى اولاده لا انت مش يجب ما يجبش عليك ان انت تدفع زكاة وهو يجب عليه ان هو يدفع زكاة وهو وزكاة من ينفق عليه من اسرته هو استاذ محمود من القاهرة يتفضل على السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاته استاذ محمود لو سمحت الشيخ انا والدي تعبان والدي تعبان بني ادي له السحة يا رب اجمع له يعني تمام الاجل والعافية امين يا رب والدرجات رعي له ان انت ما تصومش وهو مش راضي ما يصومش اه تمام انهم فعال عشان عن دورة طيب وبعدين يا سيد بتسأل انا 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 افس انا اقا انا فانا انا حاوضي اطلع عنه كفارة لوما تلاتين يوم دولط فانا مش عارف اطلع عنه ايه بصراحة انا قلت ان كلمتي شيخ عندي في الجامع خليك بس اسمع خلينا خليك انت دلوقتي بتسأل دلوقتي ان انت دلوقتي عايز تطلع عن التلاتين يوم اللي هم افطرهم التلاتين يوم دولة هيبقى عن كل يوم عن كل يوم اتطلع عشرين جنيه يعني اتطلع ستمائة جنيه عن الشهر كل خلاص يا سيد محمود يبقى اتطلع عن الشهر كله ستمائة جنيه عشرين جنيه عن كل يوم موما الناس ما تطلق باطش في فرق ما بين فدية الصيام ودية للناس اللي ما بيقدرش يصوموا خالص يبقى ده للناس اللي ما بتقدرش تصوم خالص الدكاتر قالوله مش هتصوم تاني لازم يا حاج محمود يكونوا قالوله مش هتصوم مش هتصوم تاني مش هالوله انت تعبن دلوقتي وافطر وصوم بعض رمضان لما تخف يعني ولما تعد الحالة الصحية اللي انت فيه مين اللي هيطلع الفدية اللي مش هيصوم خالص اللي هيصوم مش هيصوم خالص قدرة الفدية بأقل حاجة 20 جنيه 20 جنيه في 30 هيبقى 600 جنيه نعم معنا استاذ محمد من العليوية عليكم عليكم السلامة وحدكاته استاذ محمد تفضل ازاك يا شيخ كل اسلام حضراتك طيب وحددك طيب يا فأنت عندي سؤال واحد اعود استفسر او تفسير اية معينة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم او الازواجكم اه دول لكم اعود تفسير الاية دي وخاصة هل المقصد هنا بالازواج الازواج او من الزوجات طيب وهو كذلك طبعا الاسئلة دي بتبقى فيها رسائل مبطنة يعني ايه اللي حاصل بيكون واحد عايز يقول الكلام ده ايه لزوجته او الكلام ده لزوجها فتيجي تسأل الاية دي مشاهل الازواج الزوج في القرآن الكريم ينفع يطلق على الزوج والزوجة لان الشخص اذا تزوج احنا عندنا انسان بيبقى فرض او زوج يطلع بقى ده ذكر او يطلع ده انثى اسمه زوج طيب الكلام عن الازواج الكلام عن الازواج الله سبحانه وتعالى هنا مش بيقول ان لازم الازواج يبقى في عداوة لكن بيقول ايه ان في بعض الاحيين لما الناس ما يلتنزموش باداب العلاقة اللي فيها قوله تعالى ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواج لتسكنوا اليها ادي اول حاجة وجعل بينكم مودة ورحمة اذا ما حصلش ده وبدأ الازواج يتعاملوا مع بعض بغير الهد وبغير الهدى ايه لا يحصل بغير الهدى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وبغير الهدى ايه اللي يحصل يتحول التعامل معهم ما بينهم وكأنهم اعداء بتجينا في جلسات الشهد الزواجي شيء يفسر يتضح فيه تفسيره تقول ده بيتعامل معايا كأني عدوته وهو يقول ده بتتعامل معايا كأنها عدوتي اه يعني عندما متى بقى اذا تحاول الانسان ان يكون عاونا لك عاونا للشيطان عليك او تتحاول ان ان الانسان يخرج اسوأ ما فيك وكأنه بقى عدو لك وليس معنى ان هو بقى عدو لك ان دوت نهاية المطاف اتي اول حاجة وليس ان هو عدو لك ان دوت خلاص وانت لازم تتخذ عدوة لا ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وليه الحميم انت المفروض لو حصل ان انت استشعرت ان في عداوة بينك وبين زوجتك او استشعرت ان في عداوة بينك وبين زوجك ادفعي بالتي احسن ادفع بالتي احسن فيصبح الذي بينكم هو المودة والرحمة وليس العداوة هو دوة المطلوب في الآية نعم أستاذ أبو أحمد من شبرة أيها اتفضل يا سيدة أبو أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ أبو أحمد معلش سؤال خصوص يا دكتور عاوز رقم تليفونك عدل حددك رقم تليفوني بس كمان لو أني أنا عندي طلب خصوص أنت توطي التلفزيون وتسمعني من التليفون حاضر حاضر يا مولان طيب أنت تبقى تلسى عندك سؤال يا حجاب أحمد ولا إيه أيها سؤالي كده أنا عندي انت عندك استفزار خاص وعايز رقم تليفوني عايد دول حددك رقم تليفوني من الكنترول في سؤال تاني غير السؤال الخصوصي ده طيب حجاب أحمد لو عندك سؤال تاني غير السؤال الخصوصي ده بأتصل به طيب يا سيدة وإحنا بس لازم وإحنا منتكلم بس على مسائل دايما فيه حياة لازم نوضح لأن الأرقام ساعات الناس بتتلغبط في الأرقام بتاعت الفدية وكمان زكاة الفطر لازم نقول أن زكاة الفطر قدرت بتلاتين جنيه لكن الفدية قدرت بعشرين جنيه والاتنين دولة دولة الحد الأدنى اللي عايز يزود بيزود ولكن ده الحد الأدنى عشان يقدر الجميع يقدروا يعملوا كده مين معانا؟ معانا الأستاذ محمد من إسكندرية السلام عليكم وعليكم السلام ورحة لبركاته حضرتك بس فيه سؤال أنا زوجتي مريضة نعم بنجمع لها بأن تمام الأجر والعافية يا رب الله يخليك ماتحنا نمش من حضرة وطبعا عايز أطلع لها جديد البطار بتاعتها تمام؟ لا أنا ما سمعتش بس إيه اللي حصل؟ هي مريضة وتفتر أنا عايز تطلع الزكاة بتاعتها هي معانا هو شوف لن لسه بقولي أنت عايز تطلع الفدية بتاعتها مش الزكاة الفدية مش صح؟ اه تمام فهل تجوز فهل تجوز عندي بنتي مريضة بنتي مريضة اه فهل تجوز أنا أدي الزكاة لبنتي ولا لا احنا دلوقتي بس خلينا نسأل سؤال هي دلوقتي الدكاترة قالولها مش هتصوم تاني خارس خارس اللي عندها جالتا خارس ديمس زكاة ده إطعام مساكين يعني يعني إطعام مساكين والأولى أن تعطيها لأحد مسكين لأن إذا كانت بنتك دي أنت اللي بتنفق عليها فكأنك اديت الفدية لك أنت فالأولى أن أنت تضيها لحد تاني غيرك نعم يا سادة بنعيد الكلام تاني يا سادة لازم نفرق ما بين الفدية وما بين الزكاة الزكاة هذه الله سبحانه وتعالى جعلها طهرة للصيام من اللغ والرفث اللي بيحصل من الناس دي فلابد أن الصيام يطلع كده نقي عشان كده بندفع الزكاة أما الفدية بتكون للصم في خاص من الناس اللي هم مش يقدروا يسموا خالص الحجة من القاهرة تتفضل أيوة تتفضل يا حجة حجة ممكن بس أتمع بس عشان بس بداية الكلام كده نوطي التلفزيون ونزمع التلفون أنا معاك يا بني أنا أسأل في حاجات بسيطة جدا أنا شدت مش إنه هسأل على حاجات بسيطة السؤالين أو الشؤال إنه مفروض يكتبوا على الشاشة أشأة من ستة كبيرة برضو عايزة أسمع عايزة أشوف مش شايفة أوي فياريت يكتبوا الأسئلة على الشاشة حاضر يا حاجة حاضر يا حاجة دي حاجة الحاجة التانية حسأل إن أنا يعني واحد متوفي عندي هسأل عنه عن حاجة وهذه أنا ما عنديش أسئلة كتير طيب اتفضلي إيه السؤال يا حاجة نعم أو أنا بس عايز بس حضرتك لو تقدر توطي التلفزيون وتسمعيني بالتلفون لا لا ده هو بقول وطيه كمان لأن أنا هو ما تكلمش معي عشر ثانية واحدة حبيبي حاضر أيوة معاك اتفضلي حاجة حضرتك بتقول لي فيه حد متوفي عايز تسألي سؤال عنه أيوة اتفضلي حاجة أقولك أنت يعني ويا جماعة بعد إذن حضرتكم أهم حضرتك قوليلي أنا معاك ويا جماعة لو سمحتوا إذا إن شاء الله نحاول نكتب السؤال بعد كده اتفضلي يا حاجة يعني أنت هأقولك وانت تقوله يعني ولا إيه لا أنا هو أنا 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 هأقوله أنا أنا نفسه مع حضرتك هو يا حاج طيب أقولك يعني ولا أستنى ما أقوله لا اتفضلي يا حاجة أسأليني لو تكرمت عليك أتفضلي يا حبيبي شوف أنا ليه واحد متوفي مش بعيد يعني هو جوزي بقاله تلاتة وثلاثين سنة طيب يا حاجة ما زلت حزينة وكل ما تكره بعيد حلها إيه حلها يا ستة تعرفي أن أنت وحطيتي وديع عندك كريم أيوا أنت دلوقتي أنت ما رميتهوش في صحرة ده راح عند كريم عزيز سبحانه وتعالى ده راح عند من هو أحن عليه منك أنت إلا إذا كنت أنت بقى إذا علن على نفسك أن أنت بقيت وحيدة لكن هو إسماعين بقى نتكلم بجد لو انتز علانة عشان هو عشان هو مات فهو راح في النعيم المقيم وإن شاء الله ربنا هو لما توفى جاء ابنه مات بعده ابني عنده 58 سنة مدى الكورونا فشفته في قلم من كم يوم بقول له يا ابني بنده عليه قال لي أنا مش تلعي بابا بقول له لي قال لي مش عارب بيجري وانا أجري واروله يا ابني فين أبوك يقول لي مش عارب ولا حاجة ولا حاجة ما جايز ما جايز ما جايز ما جايز ربنا رد عليهم الشباب وبيرتعوا في الجنة أنت يومين قال لك أنهم بيجروا في بعض يعني أنهم مش لايه في الجنة أنا عايزك أنا عايزك أمي أمي أنا أستنى أكمل لك أنا على طرف ببكي عليه ببكي على جوزي أول كل حاجة وببكي على ابني لأنه كنت حدبا جزي جدا جدا وعاشت له خدامة تعطي الجليم ربنا يديم المعروفة حاجة ربنا يديم المعروف ولسا المحبة موجودة هو هو ما راحش للعدم دا هو بينك وبينه كده أبواب كتيرة مفتوحة ادعيلوا ولما تصلي يقولي اللهم هب مثل سواب صلاتي ده ده أنت ست تتشالي فوق الدماغ عشان وفائك وحبك ليه بس خلي الحب ده يفتح لك بابل السعادة وحسن الظن بالله مش يفتح عليك بابل الكآبة والأحزان خلي حبك ووفائك ليه يساعدك أن أنت تبعتي له هدايا تبعتي له صدقات لما تقرأ في المصحف تقولي اللهم هاب مثل سواب قراءتي لزوجي وده وطع يكون أحسن بلا شك ليك وليه فإن شاء الله ربنا يجبر خطرك إن شاء الله ويهديك إلى سواي السبيل ويسعدك ويفرح قلبك يا رب ويجعلك إن شاء الله في خير صحة وخير عافية يا سادة النهار ده كانت حلقة اللي ختمنا بها الكلام عن العلاقات علاقاتنا تبقى علاقات منورة علاقات موصولة بالله علاقات محبة وود ونعمة وفضل لما كل واحد فينا يتقبل الآخر في العلاقة ولما كل واحد فينا ما يشوفش إنه عنده ميزة على الثاني وتكون العلاقة مليانة استواسية ويا سلام لما نختار الأشياء اللي بنتشارك فيها ونعملها مع بعض فتبقى العلاقة كل واحد فينا قيمة إضافية للتاني ويا سلام لما العلاقة ما ننسهاش وما نغفرش عنها وما تتحولش العلاقة إلى علاقة ما نكونة فنقوم بصيانتها ودايما نغذيها بأشياء فيها نوع من أنواع الود والفضل والنعمة فالعلاقة تفضل حديثة عهد بربها ويا سلام لما نستثمرها ويكون نستثمرها داد في المجالات الصحيحة ويبقى كل علاقة بيننا هي علاقة طول الوقت بتوسع الحياة وبتنور الحياة وبتجملها ويبقى بالاستثمار العلاقة مليئة بالأنوار ومليئة كمان بفيضات الغفار سبحانه وتعالى تعالوا نستثمر علاقتنا ونخليها علاقات بتوسع علينا حياتنا وتخرجنا من دئنا إلى سعة رب العالمين يا رب العالمين يا كريم اجعلنا من المستثمرين لعلاقتنا لكي نرى ودك ومددك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اجعلنا دائما في ودك وفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين اجعلنا من الفائزين واجعلنا يا ربنا ممن أدركوا الليالي العشر وممن أدركوا ليلة القدر يا كريم يا ودود يا رب العالمين